عليش يا ربنا فعل عيز كالعمال بيحمل وواخد النت كله بسعيب لي شوية كده ألعب بيه عليش يا بشمندس خير تمام فأنا أقول لك يا ربيع إن إنت لأن إنت في بص أبقى إنها لك كتير من الرسمة إنت عندك جزء لس نفسي صغير طلع بره طلع بره طلعه لا ما ترصر طلع بره جزء ده اسمه وده اسمه فمفروض إن أنا في الجزء الطبيعي اللي هو بنتكلم على فأنا عندي هنا تقريبا متأمن عشان كده أنا كبرت دول وصغرت دول عشان أنا أعرف من أنا تقريبا مش معرض لأي حاجة تمام طيب تعال نشوف لو اللي اتنين فيهم أمواجه اللي هي الحتة بتاعة الراس يعني اه الريمانطية الراس بص الحاجز بنا عمل ازاي ايه ده يا ربيع بقى سنة لسه بيحمل بيظهره اه يمين بقى زي شمال هو عمل كده ليه شال الحتة بتاعة الانكسار بقى بتاعة الأمواج الحتة بتاعة الانكسار دي كده كده هو بيقولك إن فيه جزء أنا على فكرة مش كبيرة يوي بس هتحصل فأنت لازم عشان كده تأمنها فأمنها ازاي إن أنا أخلي يمين زي الشمال تمام لحد ما أنا وقفنا جماعة في حد عنده اي مشكلة قبل ما نبدأ في الدزاين أنا غطيس كبير بوزي النظري كله محضرة أفتر من المحضرة في حد عنده مشاكل قبل ما نبدأ في الدزاين تماما إيه الدزاين يا بش مهندس أنا عايز أعرف الدزاين ويالك يا بش مهندس تقولينا الدزاين بصورة بسيطة جدا إيه الدزاين بركز معاه والموضوع إيه بسائل جدا الدزاين إنك تعرف لحكتين منسوب كل طبقة من الطبقات دي ووزنها تاني يبقى الدزاين إنك تعرف لحكتين هاي عندي كور عندي فيلتر عندي أرمر إيه المطلوب من حضرتك المطلوب من حضرتك إنك تقولي ببساطة جدا إيه هو منسوب الكريست وإيه هو منسوب الطبقة الأعلوية للفلتر وإيه هو المنسوب الأعلوية للكور بس يعني زي أوزان الحجارة اللي هحطها في الأرمر وأوزان الحجارة اللي هحطها في الفلتر وأوزان الحجارة اللي هحطها في الكور ده بيتم من خلال حاجتين ايه هم خطوة اسمها هيدروليك ديزاين وخطوة اسمها استراكشور ديزاين الهيدروليك ديزاين اكتب كده انا اللي بطلع الاوزان ازاي مش فيه الحجارة دي بتبقى اوزانها ستاندرد ايوة محمد انت اللي بتحاكم فيها لان انت بتطلب من المصنع انه يعملك اوزان كذا ايوة تمام تمام عشان كده انا مسميها صناعي تفهمها مصدي ايوة تمام اوزان دي يبقى ايدروليك ديزاين عبارة عن خطوتين الهدف الرئيسي منه اكتب الهدف الرئيسي من الادروليك ديزاين تحديد منسوب الكريست في حاجز الامواك يبقى مطلوب منك انك تحدد للمنسوب العلوي للحاجز الامواك طيب وده هيتم من خلال حالتين يعمى من خلال الران اوب او تسلق الموجة الاعلى يعمى من خلال مرور كميات من المياه للحاجز تاني يعمى الهدف الرئيسي من الهيدروليك ديزاين ايجاد المنسوب العلوي للكريست طيب ده هيتم من ازاي بقول لها انا عندي حاجتين حاجة اسماء ران اوب وحاجة اسماء اوبرتوبينج ايه الران اوب ده بقول لك والله اباك مهندس ان الموجة وهي جايلك كده بالطبيعي انها هتجي على الجزء الميل ده وترتد على طول لا هتحاول تتسلق لاعلى الموجة هتحاول تتسلق لاعلى التسلق ده اسمه ران اوب طيب تعريف الران اوب يعني لو انا جيت اعرف لك الران اوب فعليا لو افترضت ان التسلق كان واي فينا فبيقول لك الران اوب هو المسافة الرأسية التي يمكن للموجة هو المسافة الرأسية التي يمكن ان تصل اليها الموجة فوق السي ليف الرئيس او السي ليف في الاسم الاستيل ووتر ليفر ايه المسافة التي يمكن ان تصل اليها الموجة فوق الاستيل ووتر ليفر وصول الاوبروتوبنج لا الاوبروتوبنج مش كده الاوبروتوبنج يا جماعة ان كميته المستطيع هي المستطيع اتتعدي height فبيقول لك ايه كميته المى والتي تمر فوق الحاجز لواحدة الزمن كميته المى اللي هتمر فيه الحاجز أو فيه الكريست لوحدة الزمن طيب يا بشكواندس أنا هيتطلع لي كم ناتج هيتطلع لي ناتجين بص الرن أب الموجة دي لما تيجي هنا إلا يا حسن الله هتغبط شغل الليزر عشبا النسبة لي هتغبط هي الرن أب شغل الليزر عشان السهم نأخذ بنا من مغفوظ بقول لك أنت تروح سكينك أنت مع مين من المعدين معين معين مع كل الناس سكشن واحد وشونس علوان لما بشمهندس الملاك بيع عداله هو فعلا مع البشمهندس ملاك لا خلاص بما بشمهندس الملاك بنعديه هذا الرن أب بقى علوان وإذا الكمية الوفر طوبينجا علوان تمام تمام طيب أنت مطلوب منك إيه؟ المطلوب منك أنك تحسب لي كيمة الرن أب وتحسب لي كيمة الوفر طوبينجا سؤال لو أنا قلت لك عندي تايد الرنج يعني إيه تايد الرنج يعني أنت عندك منسوب المد والجزر خد بالك منسوب المد والجزر ممكن يعلي المية باربعة ونص متر لمدة اتناشر ساعة إبقى لما أجا تعامل مع الستيل ووتر ليبل هتعامل مع المنسوب الأساسي اللي هو الصفر ولا هتعامل مع المنسوب اللي أعلى منه؟ ثاني مفروضا أني بصمم على الاستيل ووتر ليبل منسوب الصفر عند الستيل ووتر ليبل منسوب الصفر هصلي تايد الرنج في حالة عشان دي تاخدها في اعتبارك وتتبعها منحوظة في حالة حدوث تايد الرنج أو في حالة حدوث مد وجزر يأخذ دي من عمق القاع لحد أعلى منسوب للمية اللي هو الهاي ووتر ليبل اللي هو منسوب الطايد الرنج إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة حالة الطوي يتم التصميم على الاستيل ووتر ليبل الرئيسي ثاني ثاني يبقى لو أنت بتتكلم حصل طايد الرنج يعني حصل مد وجزر لما أجهتعامل مع الدبس هتعامل مع الدبس ومقاس من القاع لحد أعلى منسوب للطايد الرنج طيب لو بتعامل مع الطوي هتعامل مع منسوب القاع لحد الستيل ووتر ليبل طيب الحسابات بقولك ببساطة جدا على أن تحسب الهايدروليب ديزاين فأنت محتاج تحسب حاجة اسمها ايربيان نومبرز ايه ايربيان نومبرز ده؟ ايربيان نومبرز ده؟ ثاني قعدة اكتبه لأنه هو مش مكتوب اكتب الاربيان نومبرز او الاي ار او بتساوي تان فاي على جزر ايتش على اليه نوت الاي ار او بتساوي افتحوا جدول يعني عشان برضو اللي بيراجم معايا من كتاب المنحنات صحي الكاميرا صحي تسعة اربعين تسعة اربعين يا طارق اول قانون هتلاقي قيمة الاي ار او بتساوي ارسلون او تان بيتا على جزر ايتل نوت على اليه نوت لا اكتب جنبه كده بالرصاص بتساوي تان الفا على جزر ايتل اس على اليه او تان الفا على جزر ايتش اس توي على ال او ام لا اكتبه بالقلم بقى معلش اعمل بس زي هت اللي تاعت بس على جزر ايتل حاسب يا الله انا اعمل لوكل فيكم انت عمال تقول جزر ومقام ودعم عشان نتفهم يا باست على مقام على مقام اقولك انا انا اقصا يعني اسأله مهندس الملك بي انا يعني لحد مبارح ما كنت لعايزة تستيكلن لان انا عندي مئة الف حاجة انا لسه جاي من طنط حالة اهم سيبكم امروح انا اللي هيلك بما صغرنيش قدام الناس هتزاقوش البشماندس بشير يابني حيروح قبل الميتنج اهو معنا هون تلع البشماندس معنا هون ما انا عارف انه مع انا انت زاقي جدا ههههههههه عشان كده عشان كده عشان كده بتتكلم بقى جامل انا للملك يا جماعة هو اخوة صغيره انا بحبه جدا هو عارف كده يعني. يعني والله لو حد غيره ما كنت دخلت هو عارف الكلام ده يعني. يعني القانونة. علوان ده ما بيحضرش بتاع الخبالة. بقى الاي ار او بتساوي تان الفا على جزر اتل اس او على ال اتنين دول تحت الجزر. تمام? وكتب جنب ال اتل اس او ده شارطة كده. ايه بقى الطوي دي? يعني قيمة للموجة عند الطوي. يعني حتى ممكن تشيل الدوت دي عشان ما تلغبط لنفسك. اليادي. هتلاقي الدكتورة رشاليتها. قيمة عند الموجة عند الطوي. طب باش مهندس. انت عملت اقول لي وكرام جامد جدا كده. انا هعمل ايب اريبيا النامبرز ده. الرقم اللي انا لسه كاتبه ده. الجزء لا. هفوته ده. هشرحه تاني في المسألة. بس ما يهمنيش هنا لان هو مش هيفيدك هنا اصلا. اللي هي الصفحة دي. هنروح للصفحة اللي بعدها. حسابات الرن اوب. اكتب وراي. حسابات الرن اوب. اهو. شفت سبحان الله. طلع مكتوب. كنت اتمليها الاي ار او دوات تعريف. اهو يا عم مكتوب اهو بقى بطلت نتاني. يعني مش هنجتي بالتعريف بتاعي خلاص? لا ما تجدتلي التعريف. هتعمل هي باش مهندس في المسألة. انا محتاج احسب كيمة الار يو. بيقولك ان احنا بنعمل ايه? بيقولك بنتعامل مع احتمالية تخطي الرن اوب بنسبة اتنين في المية. يبقى اول حاجة هتاخدها في الاعتبارك ملحوظة هي. بنتعامل مع احتمالية تخطي كيمة الرن اوب بنسبة اتنين في المية. طيب تعال نشوف هنعمل بقى. وركز معايا. مهم جدا جدا جدا. اول خطوة. احسب بالابسلون او او هيساوي تان الفة. الالفة زاوية ميل. زاوية ميل الحاجز. دايما. الصغير عالكبير. تان الفة زاوية ميل الحاجز. الصغير عالكبير لان دايما الكبير افجي. على جزر اتش اس توي على ال الو ام اتش اس توي. significant wave height a toy of structure. ال او ام. الطول الموجي المتوسط بدلالة. الزمن المتوسط في الديب ووتر. الطول الموجي. بدلالة الزمن المتوسط في الديب ووتر. حسابة ال الو او ام. هو هيبقى مديك التي بيك. وهيخليك تحسب التي ام. يعني ده كله جيفن. هيديك الفاي. وهيديك الاتش اس توي. يخليك تحسب الابسلون او ام. ويقولك ايه? هاتلي حسابات الران اوب. قيمة الران اوب كاما باشمونس. هقوم داخل. هحسب الرقم ده. يطلع برقم معين. خمسة ستة عشرة تسعين. يطلع زي ما يطلع. بس هو مش هيعدل سبعة ونص عموما يعني. وهم داخل هنا باش مانسين. الران اوب. بالنسبة في المية خد بالك النسبة في المية دي معناها احتمالية التخطي. يعني هو بيقول لك انا هعوض عن الايه? باحتمالية التخطي اتنين في المية. اي في المية هي. على الاتش اس بتساوي ايه في الابسلون او ام? الكلام ده. لو ابسلون او ام اكبر من الواحد واقل من الواحد ونص. بمعنى. انت هسابت ده. تلع معاك واحد وربع. فانت يا كبير كده. يا حلو. امواخد. القانون ده. وقت لقيمة الران اوب. ازاي? ما هي الران اوب على الاتش اس? اي اتش اس هؤلاء هي الاتش اس توي. اي اتش اس هؤلاء هي الاتش اس توي. جبت الاتش اس توي. معايا الابسلون او ام. وعايز احسب الايه. هدخل الجدول اللي قدامك ده. انا قلت لك احتمالية التخطي كم في المية? اتنين. يبقى لاب كم? بستة وتسعين في المية. تقوم ضارب ستة وتسعين في المية. في الرقم اللي هو الابسلون او ام. وتضربهم في الاتش توي. يبقى انا حسرت من هنا يا باش مانسين. الران اوب. ما طلعت يا ربيع واحد وربع. طلعت. عوض في القانون اللي بعديه. الله يا نار عليك. طلعت اتنين ونصف. فبدال اتنين ونصف. انا يا هنا? يا هنا. انا معرفت انا فيه. انا عوض في القانون اللي بعديه. الران اوب على الاتلس بتساوي البي ابسلون او ام قصي سي. البي بكام? واحد وسبعتاشر. واحد وسبعتاشر. السي بكام? ستة واربهمة. والدي بكام? واحد سبعة وسبعة سي. يبقى انا اقدر اعوض هنا. عن السي. واعوض عن البي واجيب القيمة دي كلها. تطلع كام? تطلع زي ما تطلع. ايه? ايه? جدول ده جيفن. جيفن يا حبيبي. ما تلاقيه موجود صفحة. افتح يا عيل افتح. صفحة عدو خمسين. اللي هو لا. لا 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 انت محمد عيل برضا. اخوي. هو باشماند السؤال معناوي يعني. ما لهيش علاقة بالمسألة. ايه سألة ربيع? هو الران اب مش نسبت انه هو يزيد اتنين في المية ده. يعني الطول اللي هو بياخده على الحاجز هيزيد. مش ممكن كده يعمل افرطوبنج. ايو ما ممكن يعمل افرطوبنج فعلا. عشان كده اصلا. عشان كده. عشان كده. تعريف الران اب الفعلا يا محمد. وانا ما توصعتك فيه عشان اعمله زي الدكتورة. ان هو الموجة بتتسلق. لحد ما توصل للكريست. بيتحول من ران اب بالوفرطوبنج. يعني هما بيحصله اصلا بيكمله بعد يعني. يعني بيحصله. يعني ما بيحصل لواحده. يعني ما يحصل ران اب مع اوفرطوبنج. تمام. تاني يا باشماندس كده ما لك داو. اللي انا بقوله لك احفظه. ما تعودش. لا 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 لا. ما انا فهمت السؤال خلاص انا انا بتكلم على طريقة الحل ان اعمل ايه تاني معلك. ماشي. بداية اتتكلم على طريقة الحل ماشي. انا حسبتي اعلوان الابسلون ويم. جميل. تلعب واحد ببعض. تمام. اقوم داخل احتمالية اتنين في المية. واجيب كيمة الايه. واقوم رايح من هنا حسب كيمة الران اب. خلصت المسألة. جميل. ما تلعتي. الابسلون ام. ما بينهم. جميل. اخش على القانونية التانية التالت. اهو عميتي ايه طاعة اينا. اهو باش مواندس امسك اللي عمال يعمل ده هدوط ده. اوك ايه ده جزء اللي فده باش مواندس انا ما سمعتش منه ايه حاج. هو ابني انت فاصل عنده شهر. اوك اللي انشاش. على اللح كايتك انيك. اصلا عندنا باش مواندس ايه. ما كانش باشرح حاجة خالدة ساكن. في الطبيعي ان الشيكشن كان هاخد ثلاث شاعات. في الوقت ايه ده الشيكشن يعني فعل. يا عم ايه ابو جبل بس ناخد الشيكشن بس. يا رايز يا رايز وافره معنا الساعة تسعة وبعدي كده ليش حوض اضافية معنا بس وقت. شمالة تسعة عروف? انت عارف اهوي عشان ايهي. ما تش欲 من. ما تشمين. ستي و تشلس اهوي. اه 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 لكنه كم tengo الى احتوي لله ا Golgun oops. اشتечь Streets di